وقف المشاعر وقف المشاعر الذي لا يحتمل القسمة مع الشيوع جائز عند جمهور الفقهاء نظرا لأن الوقف كالهبة وهبة المشاعر غير القابل للقسمة جائزة أما المشاعر القابل للقسمة فمختلف على جوازه إذ أفتل بعض بجوازه كأبي يوسف ولم يجزه البعض الآخر كالمالكية ومحمد بن الحسن وفي مذهب الحنابلة والشافعية يصح وقف المشاعر وإن قبل القسمة ويجبر الوقف على القسمة إن أرادها الشريك ويجبر أيضا على البيع إن أراد الشريك ذلك ويجعل ثمنه في مثل وقفه ومن التطبيقات المعاصلة لوقف المشاعر وقف الأسهم أو ما يعرف بالأسهم الوقفية أو وقف الشركات المساهمة كما ثم تنوع آخر يعرف بالوقف الجماعي المشترك إن كان الوقف يتكون من مساهمة جمهور المسلمين وهي حالة يتعدد فيها الواقف في إنشاء الوقف الذي يعود ريعه أو غلته العينية على جهات خيرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر